فانا مش متخيل الصراحة يعني ان انا هروح اعمل مسرحية وهزر وغني وارقص واخوتنا في فلسطين عملين يتقتلوا ويدبحوا وقف كل شغله بسبب اللي بيحصل في فلسطين ومش همه هو يخسر ايه ولا الشغل ايه اللي هيبوز كل اللي همه انه ما يجرحش مشاعر اخوته في فلسطين الفنان محمد سلام عمل موقف كبير للتاريخ هي ايه الحكاية في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها الفترة دي في فنانين وشخصيات مؤسرة جدا كان ليهم مواقفها تتخلط في التاريخ يعني مثلا الفنان عمر دياب وقف كل حفلاته واتبرع بملايين للهلال الاحمر وحط صورة عالم فلسطين على كل حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ده غير عدد كبير جدا من الفنانين اللي يوقف كل شغله واللي يوقف حفلاته في الوطن العربي واللي كل شوية يرفع فيديو او بوست يدعم فيه القضية الفلسطينية ولكن بين كل دول خرج علينا الفنان محمد سلام بفيديو على حساب الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي بالانستجرام وبيعتذر فيه انه هو مش هيقدر يسافر السعودية علشان يقدم مصرحية زواج اصطناعي وكل ده تضامنا مع اهل فلسطين محمد سلام الف مقطع الفيديو انا مش هقدر اسافر طبعا وليه بقول الكلام ده في اخر لحظة المفروض اني اسافر بكرة ان شاء الله لاني كنت على امل ان الموسم يتلغي او يتأجل مثلا مهرجانات الجونة والقاهرة او الموضوع يهدى في فلسطين ونقدر نعرض لكن مفيش حاجة بتحصل لحد دلوقتي فيه ناس عملة تموت ومفيش حاجة بتحصل فانا ازاي اروح اعرض وناس بتموت في فلسطين حاسس لو انا عملت كده هبقى كائني زي اللي بقتلهم بالزبط هبقى خزلتهم وهبقى بغني وارقص فانا بعتذر عن المشاركة في مسلم الرياض واللي بيحصل في فلسطين كقضية كل مسلم وواجب على كل مسلم فانا مش في ايدي حاجة اقدر اقدمها فلما مموت وربنا يسألني عملت ايه لاخوك في فلسطين انا هردى اقول له ايه هقول في وقت الاحداث في فلسطين انا كنت بعمل مصرحية كوميدية وبرقص وبغني فانا مش هقدر اعمل كده يا جماعة وكمل كلامه وقال كان عندي الموسم يتأجل او يتلغي فانا مش هقدر اشارك في المهرجان وحابب اقول اني كنت في مشكلة مش عارف اسافر ولا اعمل ايه والتمثيل هو اكل عيشي لكن لو ما سافرتش هل هموت مبجوع بالتأكيد لا طبعا ردود الفعل على الفيديو ده كانت كلها ايجابية وفي صالح محمد سلام خسر شغل بس كسب احترام وحب الوطن العرب كله ليه بعكس ناس تانية كتير زي الفنانة اليسا اللي كان عندها حفلة في المانيا وما اجلتهاش وراحت وغنت عادي جدا وطبعا الجمهور هاجمها هجوم شديد بسبب ان هي كانت المفروضة على الاقل تأجل الحفلة شوية وردت اليسا عليهم وقالت يعني اذا المهندس بيوقف الورشة والمحامي بيوقف المرافعة وصاحب المطعم بيوقف خدمة والمصرفي بيوقف تداولات ساعتها بنوقف شغلنا كلنا بعز الحرب كانوا الفنانين مستمرين لانه هيدا شغلنا وهيدا رزقنا وما راح نوقف كرمالكم حدا فاشل وفضي عم يحكي ما بقى حدا يزايد علينا بوطنيتنا وموقفنا نقطع السطر قولنا انت بقى في الكومنتات هل بتؤيد ان الناس توقف شغلها بسبب الاحداث اللي بتحصل في فلسطين ولا يكملوا شغلهم عادي مستنين اجابتكم وما تنسوش تتابعونا على صفحة نجوم الفن